بعد خروج مفاجئ من الدور السادس عشر لكأس أمم إفريقيا الفين وثلاثة وعشرين تستعد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإجراء تغييرات جذرية على دكة الاحتياط التقنية للمنتخب الوطني حقق المنتخب المغربي إنجازا مبهرا في كأس العالم الفين واثنين وعشرين لكنه فشل في تأكيد نفسه في بطولة أمم إفريقيا حيث خسر أمام جنوب إفريقيا في دوري الثمن بهدفين دون رد تغييرات جذرية على الطاقم التقنية كشفت مصادر متطابقة أن فوز لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يخطط لإجراء تغييرات جذرية على مستوى الطاقم التقني للفريق الوطني الذي يعمل إلى جانب وليد الرقراغي كفاءة الرقراغي أداء مساعديه غير مقنع أثبت وليد الرقراغي كفاءته وقدرته على قيادة المنتخب نحو الانتصار في كأس العالم بينما لم يكن أداء مساعديه مقنعا في كأس أمم إفريقيا مما يؤدي إلى توقعات بحذوث تغييرات جذرية على دكة الاحتياط أسماء اللامعة لضمان استمرار النجاح تشير بعض المعطيات إلى أن لقجع يفكر في استبدال بعض المساعد الرقراغي بأسماء اللامعة من ذوي الخبرة والكفاءة لضمان استمرار النجاحات وتحقيق أفضل النتائج في المستقبل يواجه المنتخب المغربي تحديات كبيرة في المستقبل أهمها التأهل لكأس العالم 2026 وتحقق نتائج إيجابية في كأس أمم إفريقيا 2025 ويرهن المغرب على الكفاءات الوطنية لتطوير كرة القدم المغربية وتحقيق أفضل النتائج على المستوى الدولي ترجمة نانسي قنقر